اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار في موعد استثنائي ونستهلوها بالعنوين بداية العد التنازل للانتهاء المهلة التي اقرها الاحزاب ورئيس الجمهورية لاقتراحة الاتلافات والكتل النيابية بشأن الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة القادمة نقائص المرافق الحياتية الضرورية تصعب سير الخدمات وتعطل قذاء مصالح المواطنين ومطالب الجملة لانهاء معاناتهم في سفيقس احدث التصاميم يروج لها معرض الغرفة الجهوية لمهندسية الفضاء الداخل للتعرف بمهارات المهندسين وبابداعاتهم في هذا المجال اذا تنتهي اليوم الاجال التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتلقي اقتراحات الاحزاب والاتلافات والكتل النيابية بخصوص الاسماء التي يرون انها الاقدر لتشكيل الحكومة على ان يجري رئيس الجمهورية لاحقا وفي غضون اليومين المقبلين مشاورات مع ممثلي هذه الاحزاب والكتل الاتفاقي على اسم الشخصية التي سيتم تكليفها رسميا لتشكيل الحكومة على ان يكون ذلك قبل يوم العشرين من الشهر الجاري اي يوم الاثنين المقبل على اقصى تقدير وفقا لما ينص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور ويتداول في كواليس الاحزاب عدد من الاسماء المرشحة في انتظار ان يعلن عنها بصفة رسمية في شأن البرلماني صدق مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة المنعاقدة صباح اليوم على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وايطاليا مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض مبرمة في التاريخ ذاته بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي تونسي ويواصل نواب الشعب في جلسة اليوم النظرة في جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية في افتتاح الجلسة العامة المنعاقدة صباح اليوم والمخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية تمات المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وايطاليا واتفاقية قرض بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي ويخص هذان المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقيمة جملية تقدر بـ 50 مليون أورو أي حوالي 165.8 مليون دينار موزع بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 15 مليون أورو وزير المالي رداشة الغوم أوضح في مدخلتي أن هذا القرض الذي يندرج في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي موجه لدعم القطاعات الحساسة كما تطرق وزير المالية لمسألة نسبة المديونية نتيج النهائية لسنة 2019 وينسجلنا انخفاض في نسبة المديونية من 77.9% إلى 72.7% وهذه أول مرة يكون ثم منحة جديد منحة انخفاض لنسبة المديونية وهذا يطلب منه مواصلة المجهود هذا كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 من جنف 19 و2000 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسا وخلد يهدف هذا المشروع إلى تنظيم مياه وادي ستة وخلد تاسا وخلد وهما رافدان لوادي مجد من خلال إنشاء سد تاسا في ولاية الكاف وسد خلد في ولاية باجة مشروع قانون تفاعل معه النواب وشكل فرصة لطرح بعض المشاكل الخاصة بالموارد المائية التي تواجه الفلاحة فلاح في الشمال الغربي ضعيف الفلاح في الكاف ضعيف يريدوا سدا ولكن يريدوا إمكانيات أخرى إضافية من أجل الاستثمار في هذا السد سيد الوزير مهم لأننا نحن نعانو في ولاية الكاف من حدار ثرواتنا الطبيعية والفلاحية ما نماشي في الواديين والكاف عطشانا قام نحن نماشي في قنوات تصريف الصحي ونحن جواعة تنمية ولكن لا نرى أن الحل الوحيد هو التوجه للاقتراض وإذلال البلاد والشعب التونسي ثم ما هو مقابل إصداء هذه القروض نحتات من مثل هذه القوانين ومثل هذه القروض وهناك بوادر لتجاوز ولحل هذا الإشكال بأن اللاجئة المالية صلبة مثل وبالشعب ستراقب مآل هذه القروض ويتواصل النظر خلال الجلسة العامة في ثلاثة مشاريع قوانين أخرى ذات سبغة اقتصادية نتحول إلى جهة القيروان حيث تتمركز منطقة زوتنية هذه المنطقة الجبلية تأويها أكثر من مئة عائلة تجابه الصعاب بالشكل يومي بسبب رداءة المسلك الفلاحي الوحيد القادر على فك عزلتهم وحسب رئيس بلدية العلاف إن مشروع الطريق الخاص بهذه المنطقة سينطلق إنجازه سنة 2021 تحت سفح جبل ترزا لازالت العائلة في منطقة زوتنية تعيش العزلة بسبب رداءة المسلك الفلاحي وكثرة الأودية وتشتد معاناة سكان خاصة عند نزول الأمطار نسكرنا في جبل ترزا ونمشي المدرسة السبايعي كيف عيد المدرسة؟ أربع كيلومتر وكي تصوب المطار الكيز فيه المية ما نمشوش فوق المية تندار فوق المية تندار وتبعد على العلاق أكثر من 15 كيلومتر وعلى المدرسة 4 كيلومتر ونص أعبادة هنا حالة متعبة على الأخر زادرة يمر ذلك مريض ما تقامني انتعد بخصوص يكسب المطار بالنسبة للويد بخصوص الصغار يروحوا يبكوا من الجمش كيف نعقبوا نهزوه؟ الكيز السيدة في حالة عنده طوى 4 أو 5 سنين تبشي من واحد ما يقولك أو حاضر مصبوبه فلوسه شهرين 3-4 سنين و3-4 شهور ويجي يكلم حتى متاع التجهيز يقوله أو حاضر ومش نجوه نجوه ومه الحكاية كل ما ثم مشي قريفي يمشي من الصباح يجي في الليل علش ما يرجعش في نص نهار وفي ما دي الساعة رئيسة بلدية العلاء أكدت أنه تم برمجة المسلك الفلاحية ورصد التمويلات اللازمة على أن تنطرخ الأشغال في سنة 2021 ما أحنا قسمناه على حسب الأولوي وعلى حسب عدد سكان المشتمسهم وعلى حسب الضرورة متاحة بإذن الله الطريق الزويتني يكون برمج بإذن الله في 2021 خطر 2020 وقع برمج زوستر وقاتلي مش يدخلوا طور الأنجاز بتاع 2019 اللي هم بدايوزوا أسترقات أخرين يخدموا بإذن الله 2021 إن شاء الله يلقوا النور أما ذي إحنا كبلدية ما نفش نبقاوا معانتي نستنوع حتى يبدوا يخدموا إن شاء الله مش تحاولوا نحي يقولوا معانتي بالآلة الماس حيكون معانتي قابل إنه بش يرتدوا معانتي المواطنين والمترجلين إلى حين يقع برمجته بطريقة رسمية ويقع التعبيد بإذن الله بإذن الله موجود الفلوس موجود الفلوس ومرصوده وإحنا موقسون حتى عملنا الجلسات التشاركية على ذو الأموال المرصودة معانتي يخدمنا في الفرنش ومتع الأموال المرصودة بإذن الله ونظراً لوعورة الطريق المذكور تعهدت رئيسة البلدية بجهره وتعهده في الأيام قليلة القادمة تتواصل أشغال تهيئة السوق البلدي بتطوين ومع تأخر الانتهاء من هذه الأشغال تتعمق الإشكالات خاصة المتعلقة بالانتصاب الفوضوي وما يرافقه من احتلال للأرصفة والشوارع من قبل الباعة في مدينة تطوين رغم مرور حوالي العشرين شهراً على التنصيب المجلس البلدي الجديد المنتخبة تستمر حالة الفوضى وسط المدينة جراء الانتصاب العشوائي والفوضوية واحتلال الشوارع والأرصفة من قبل باعة الخضر والغلال وغيرهما وأغلقت عديد المنافذ المؤدية إلى الفضاءات المهيئة مثل سوق صناعات التقليدية قاضي علينا يا سنسب الفوضي ويهذا معدناش حتى كيفاش العباد بش تدخل المرشي سنة التقليدية ما دقيت كيفش كيف تدخل مي وانتصاب فوضي وعباد تبدأ الدز ومسكرة فهمت مجهات ثلاثة انتصاب فوضوي هذا ما تمينحوه ما اللخر مع المرشي حضر يكبرون المرشي السنة التقليدية ماتت ماتت خلاص السبب انتصاب فوضوي فهمتني ينسبوا قدام الحوانيت ينسبوا قدام الخاصة المرشي فهمتني السوق معانا تهمات السوق مات مات خلاص خلاص معاش نخدمه خلاص بقاء المدينة دون سوق مركزي منذ فترة طويلة وتواصل هذه الحالة دون تدخل حقيقي من الجهات المعنية عمقها تعطل أشغال تهيئة السوق المركزية حتى وجد الباع المنتصبون فيه سابقا أنفسهم على قريعة الطريق في الأنهج المحاذية للسوق المجلس البلدي بتطوين وفي رده على هذا الإشكال يشير من جهته إلى تعطل إنجاز هذه الأشغال مؤكدا العمل على إنجازها في أقرب الأجال دارو خدمات الضمان الاجتماعي بالمطوية انطلقت في العمل منذ 2015 هذه الدار تشكل عديد من النقائص أهبها نقص العنصر البشري ما جعل الخدمات التي تقدمها إلى منخرطيها لا تستجيب إلى مستوى تطلعاتهم تم في بداية جنبي 2015 افتتاح دار خدمات الضمان الاجتماعي بالمطوية والله نتأسفو على الوضع اللي ما زال ما تحنحزش من دار الخدمات هذه الجلسات تتالت أخرها جلست يوم أمس وكان فيها معناها قرار معناها جماعي تحت أشراف السيد معتمد لول باش ندفع نحو الانتداب الوسيلة الوحيدة يظهر لي باش تحل المشكلة خصوصا لكنام يوميا نحن في البلدية تشكيات وعريض لعدم توفر الخدمة هذه المهمة هذه الداروة بعد مرور ست سنوات من افتتاحها تعاني من نقص فادح في العنصر البشري وخاصة في مجال التأمين على المرض مما تسبب في تردي خدماتها وفي معاناة للمواطنين كثير من النقايص احنا اللي علينا عملناها حضرناها لهم بنناها من أموال البناء المطوية ووعدونا أنهم ما نحكوش على الانتدابات ولكليك هذا كليك هذا حاجة ثانوية أصبح معناها طوى بخلاف الضمان الشيماعي معناها صندوق الوطن للحطلة الشيماعية ونعندها الكنام خاصة مشكلة الكنام مشكلة كبيرة برش لما رواضح نحنا وقت لنشوفه ليجي شي ونشوفه العنوين بتاع ليجي شي هدومة نشوفه العنوين لك ما فهم حد في ليجي شي باش لطبيعة الحال هذا يبشي تسبب في التعب المواطنين وكثير الارهاق خاصة نحنا عملناها من أجل تقريب الخدمات خاصة للناس المتقاعدين واللي هم أكبر اليوم إذا بيه أصبح فهمتني مضروري باش كونهم ينتقلوا القابس بلدية المطوية أكدت أنها قد بذلت كل المساعي الممكنة لمعالجة هذا الإشكال وتلقت وعودا في ذلك من وزارة الإشراف إلا أنها لم تفعل وكان سيد الوزير وعدنا شخصيا وعدني شخصيا بشي حل المشكل بالطرق القانونية بمراسلات وملفة عدى عن طريق سيد الوالي وهو عنها الحجج والإثبتات وعادنا في سيد محمد ترابنسي سيد الوزير النزاهة والكفاءة واخويا حتى في فترة انتقالية ما زال عنها الأمل أن يوفي بالوعد منتاعها معالجة الإشكاليات الموجودة بدار الخدمات بالمطوية سيساعد على تخفيف الاكتظاظ الذي يشهده مركز الصندوق الوطني لتأمين على المرض بجابسة وسيقرب خدمات هذا الصندوق من المواطنين نتحول إلى اسفاقس وتحديدا إلى المعرض الذي نظمته الغرفة الجهوية لمهندسي الفضاء الداخلي فالذكرى العاشرة لتأسيسها هذا المعرض مثل فرصة للتعريف بأحدث التصاميم وفرصة أيضا للمهنيين للتعريف بمهاراتهم وبإبداعاتهم في هذا المجال احتفال الغرفة الجهوية لمهندسي الفضاء الداخلي باسفاقس تميز بمعرض أنيق وفريد من نوعه شكلا ومضمنا أتاح الميهنين وغيرهم ملمسة القدرة الإبداعية لمهندسي الفضاء الداخلي في تونس وتأسيس طريق سريعة ومفتوحة للترويج لها والتواصل الميهني نحاول أن نخلق اللحمة واللي مش صاحب خدمتك صاحب خدمتك هو صاحبك وهذا اللي قاعد تصير تاويكا وهكما تشوفوا تاويكا في الامبيانس وحق بينتنا حبيباتنا الكل ونو كونفرير الكل الكنفرير متاعنا من سفاقس ومن تونس الكل 120 مهندسا يحتفلون بطريقتهم احتفال فيه مصافحة لأحدث التصاميم وتطلع لأسواق جديدة المادة التونسية الخام ذات زودة ونفترض أن يكون الأقواليون مطلعين عليها نحن مهندسون الفضاء الداخلي نسعى إلى إرضاء حرفائنا وإذا تحصلنا على موات خام وتجهيزات من تونس سيمثل ذلك تبادلا جيدا بين البلدي لدينا عمل متشابه نسبيا على مستوى الدراسات كما أننا نتوجه إلى نفس القطاعات الخاص وكذلك الفندقة وبالتالي فإن مهننا متشابهة على الضفة الأخرى من المتوسط هو احتفاء بالفن حين يرتقي لمهارة وأذواق تستجيب لها المواد والألات ولا غنى للبيوت عن بصمة المهندس المبتكر الذي يجعل الفضاء الداخلية جميلا ويحلو فيه المقام هكذا نصل مشاهدنا إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوين بداية العد التنازل لانتهاء المهلة التي أقرها الأحزاب رئيس الجمهورية لاقتراحات الاتلافات والكتل النيابية بشأن الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة القادمة نقائص المرافق الحياتية الضرورية تصعب سير الخدمات وتعطل قضاء مصالح المواطنين ومطالب بالجملة لانهاء معاناتهم في سفيقس أحدث التصاميم يروج لها معرض الغرفة الجهوية لمهندسية الفضاء الداخل للتعريف بمهارات المهندسين وابدأ بداعاتهم في هذا المجال ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزات التونسية في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء شكرا